مرحبا برج الثور هذي قراءتكم العاطفية شهر يونيو القراءة تصلح حق الطالع والشمسي والقمري هاليوم بسو القراءة باسلوب المرأة يعني انت على هاي الجانب والحبيبة والشريك على الجانب الاخر ونشوف اختلاف الطاقة بينكم وتوافقها خلال الشهر ممكن ايضا انت ناصبك الجانب الاخر فاخذ القراءة بما يناسب طبيعة علاقتك مع الشريك راح نشوف اول شي جانبك انت يا برج الثور ورابع كرت الكرت الاولي راح يكون الطاقة العامة او الطاغية على علاقتك مع الشريك خلال الاسبوعين القادمين من هالشهر نشوف الشريك الطاقة العامة وطاقات المتفرعة عندنا نشوف اهني برج الثور اول كرت عندك الامبراطورة مقبل على فترة نعم مادية اكثر من العادة وفترة راحة فترة رخاء وكأنما قاعد تتباهى بالرخاء امام الشريك وامام اللي حوالك برج الثور اشوفك هني عندك طاقة الامبراطورة وهي طاقة برج الميزان الشريك او الحبيب عنده طاقة ايضا برج هوائي وهو الجوزاء هني شوف ما بين الكرتين نشوف ان الضغطك جدا راح تكون من سجمة مع الشريك الفترة القادمة او خلال الاسبوعين القادمين انت راح تمتلك اذا كنت بانتظار اموال او بانتظار مثلا ورث او دفعة مالية راح انت تملكها اكثر من الشريك في الفترة القادمة او على الاقل راح تملك او يعطيك الشريك لانه يحبك لانه عندنا كرت العاشقين هنا راح يعطيك التحكم المالي المطلق والثقة التامة فيك راح يقولك انا اثق فيك تحكم انت بامور المنزل او يعطيك الاموال مثل الامانة عندك انت هني تشعر بالازدهار بالبهاء كأنه ما قاعدت باهي اهل الشريك المجتمع محيطك الخاص انه شوفوا فلان او شوفوا حتى فلانه شلون واثقة فيني درجة الثقة العمياء هني بما ان العاشقين ممسكين بعض وهم ومضين عينهم اليوم معناه الثقة راح تكون عمياء من الناحية المالية وايضا من ناحية ان الشريك هو اللي راح يضخ امواله فيك خصوصا اذا كنتوا مقبلين على فترة خطوبة او زواج راح يعطيك انت في يدك المبلغ الكبير المبلغ الكامل ويقولك انت تصرف اذا داخلين مشروع شراكة مع بعض او بناء راح يعطيك كأنه ما يرجع بعدين الى البيت وخلي الاموال عندك هي والسودعها عندك انت راح تحكم او تحسن التصرف فيها راح تكون خير مؤتما ولكن في نفس انت بالوقت عندك طاقة التباهي خلا نشوف باقي الكرتات اهني اول كرت ملك النار او ملك الاغصان يقابله الخماسيين شريكك في الفترة القادمة يقولك يا برج الثور انت في الماضي احتمال اني ما وثقت فيك او ما انا كنت عند حسن ظنك انا يا برج الثور كنت اتصرف بطريقة عشوائية بطريقة ساذجة غير ناضجة طاقة المراهقين عندنا هنا انزين ما كنت اتصرف او احسن التصرف ولكني اثق الحين ان انت يا برج الثور اللي لازم تضع الخطط لنا اذا كنتوا مقبلين مثلا على انتقال او زواج راح ينظر لك الشريك انت عشان تيتحدد اي كثر اموال راح تصرف في هاي الجانب اي كثر اموال راح تصرف في هذاك الجانب وحتى مثلا لو مقبلين على زواج من اللي راح تدعو عصد تحكم في يدك انت كأنما يقول لك انت اتفصل وانا البس انت تخيط وانا البس واثق في حكمك عندك طاقة ملك طاقة النضوج طاقة اثبت نفسك مو فقط للشريك يا برج الثور انت اثبت نفسك على المدى الطويل لان هذه هي طبيعتك الترابية ولكن كأنه مهني اثبات النفس راح ينتقل الى من طبيعة ترابية الى طبيعة نارية النار هي طاقة الافعال طاقة الاوامر المباشرة طاقة اني انا انظر الى مصلحتي او مصلحة علاقتنا قبل اي شي ثاني والشريك ايضا راح يكون متجاوب معاك بشكل جدا جميل في الفترة القادمة لان انت هنا اشوفك اللي تتحكم على اي رجل او على اي خماس يضع رجله التحكم راح يكون عندك انت مثل العصى اللي تأمر فيها وتنهي على الشريك في الفترة القادمة وان كانت عنده اذا كان ينطبق عليك هذا الشي وشريكك في السابق كان عنده خيارات اخرى فتأكد انه في الفترة القادمة راح انت تكون الخيار الاول بالنسبة له راح يتخلص من هاي الطاقة قاعدة اشوفها تروح هذه الطاقة لاني يشوفك انت بعين الشريك المثالي الشخص الموثوق مستودع اسراره الكرت اللي بعده عندك اربعة السيوف اوكي اربعة السيوف لحد الان عندك مخاوف عندك نوع من المخاوف لان السلطة او القوة قاعدة تتحول تجاهك مرة واحدة اتعرف لما يقولك احنا ما نخاف من الفشل كثر ما نخاف من النجاح نخاف ان نستيقظ يوم من الايام كل ما نحلم فيه تحقق عندنا ما راح نقدر نستوعب هاي الطاقة عندك طاقة كبيرة قادمة في طريقك من القراءات السابقة ترى تدي تشوفها تجاه برج الثور قادمة في الطريق طاقة الامبراطورة الرخاء المطلق الاموال مع الزرع مع الازدهار مع الابناء كل شيء خصوصا اذا كنت تحاول ايضا انت والشريك في الانجاب راح يكون فيه راحة بعد التعب تقابل طاقة اربع سيوف العربة كأنما انت في البداية هني في البداية راح تكون سعيد انك تعطي الاوامر في طاقة ملك النار تقول الشريك سوي كذي لا تسوي كذي بنعزم فلان ما بنعزم علان راح نروح هذه الدولة او نسكن في هذا البيت انت تختار انت عندك طاقة الاختيار وطاقة التحريك للشريك ولكن بعد فترة لما تهدأ الطاقة عندك تبتدي تستوعبها يعني صير لها مثلا كم يوم او اسبوع راح تبتدي شوي تدخل في طاقة التخوف طاقة اريد ان ارجع الى طبيعتي المرتاحة قبل هذا الوضع طبيعتي المريحة طبيعتي اللي ما عندي فيها الكثير من المسؤوليات لكن الشريك هو اللي راح يكون سندك في الفترة القادمة راح يكون فيه توافق جدا جميل بينكم لما انت تتعب وهو راح ياخذ عنك دفة القيادة عندنا كارت العربة كارت برج السرطان ايضا عندنا الابراج النارية ولكن راح اقرأ الابراج الرئيسية البرج الرئيسي للعربة هو برج السرطان كأنما الشريك لما انت تتعب شفت في نوع من السباق الجاري يكون فيه تتابع من شخص الى شخص كل فريق يقف عند منطقة معينة كل شخص في الفريق وكل شخص يحمل الراية او العلم الى فقط مسافة معينة بعدين يتعب هذا الشخص يكمل شخص من الفريق عنه المشوار راح تكون شديد طاقتك مع الشريك في الفترة القادمة خصوصا اذا كان فيها انتقال سواء انتقال الى مدينة انتقال في عمل انتقال من العزوبية الى الزواج انتقال الى مرحلة دراسية جديدة راح يكون الشريك جدا متوافق معاك وتعجبني طاقته لانه مو اثنيكم تحاولون تتحكمون في نفس الوقت لا في البداية راح يعطيك اندفة القيادة لما انت تحس الموضوع صار وايد عليك او تعبت او هو اللي راح يمسك بلجام الامور والتحكم وياخذ المسئولية عقبك جميل هذا احب طاقة سباق التتبع اللي بينكم نشوف اخر كرت خمس الخماسيات خمس الخماسيات حبك لمساعدة الاخرين يا برج الثور في الفترة القادمة احتمال سيمثلك نقطة ضعف شوية لان انت قاعد تصعد مع الشريك او تدخلون على مرحلة جديدة فما تقدر في هذا الوقت في نفس المرحلة تتحكم بزمام الامور في حياتك ايضا تساعد المحتاجين او تساعد احد من الاهل والاصدقاء اللي يطلبون مثلا وقتك اموالك يطلبون اهتمامك لمشروع معين مثلا ملك الاكواب شركك سيكون متفهم ولكن شوف لما يكون عنده ملك الاكواب معناته صح انت لك الحكم في الامور المالية في الفترة المقبلة وشريكك سيساندك ويثق في حكمك ويسمح لك حتى باتخاذ القرار ولكن لما يأتي الموضوع الى نصيحته مو معناته ان انت عندك التحكم ان ما تسمعت لنصيحة الشريك عندنا طاقة الابراج المائية هني انزين قلت لك هني السرطان ممكن ايضا نكون حوت او عقرب اذا شريكك نصحك ان مثلا هذا المبنى ما يصلح هذه الجامعة ما تصلح او خلنا مثلا نسوي العرس اصغر من شذي اكبر من شذي التفاصيل او مثلا لا تعطي اموالنا اللي احنا نحتاجها في الفترة المقبلة الى الاصدقاء او الاهل اللي يطلبون منك حافظ على الاموال احرص انك تسمع نصيحته لان ملك الاكواب دائما نواياه طيبة تقدر تثق فيه تعتمد عليه تعتمد عليه ما راح ينصحك من اجل انه يتحكم بدالك هذا ما ينظر شريكك في الفترة القادمة ما ينظر الى الرغبة في السلطة سعيد جدا وفخور فيك حتى ملك الاكواب دائما هو طاقة الاب الفخور فخور فيك ان انت في النهاية وصلت الى طاقة انا امسك بدفة التحكم ولكن في نفس الوقت لا تسمح لطبيعتك الطيبة اللي دائما تحب تساعد فيها الاخرين سواء بالاموال او بالوقت مثلا رابعك او اصدقائك يطلبون منك وكفة الاخرين يطلبون منك انك تعمل اكثر وقت او او تعمل اوفر تايم مهما كان الموضوع في الفترة القادمة دائما احرص وان كانت دفة التحكم عندك ان تشاور شريكك تعتبره مثل المستشار الحكيم اللي تقدر تحتمد وتثق بنواياه خذ راية قبل ما تقبل على اي خطوة بتقولي ليش بقولك لانا لا تنسى ان اهوى راح يكون الشخص اللي واقف معاك يتحمل نتائج قراراتك راح ياخذ الدفة بعد ما انت تتعب ويكمل المشور فبما ان هذا عمل جماعي لازم يكون فيه تنسيق راح اشوف كيف راح تطور الامور بينكم خلال هذا الشهر او الى اين ستصل اوكي هذا كرت بردوثور شوف الكرت الثاني للشريك وقلت لك ممكن الجانب الثاني هو اللي تحس انه يناسبك اكثر فاخذ الجانب اللي تحس يناسبك مع الشريك اوكي هذا الجانب الشريك اتوقع ايضا ان شفت كرت طاقة مائية عشر الاكواب السعادة الكاملة الاسرة المستقرة تقليدية ولكنها مستقرة وفيها الكثير من الحب في نفس الوقت وانت عندك بالضبط او سوري مو عشرة الاكواب الكوبين طاقة السولمية طاقة الحب طاقة اللي ممكن اسوي اي شي عشان انت ترضى عني وانت عندك عشر الخماسيات قلت لك الكثير من الاموال او على الاقل لوموا الاموال نفسها وانما القرارات بخصوص الاموال ممكن يكون الشغلتين حتى القرار او حكمك الاخير الاموال على وين تصرف ولمن تعطى وعن من يمكن انت هنا بعد عندك طاقة تريد ان تمنع اشخاص معينين من الحضور الى زواجك من ان يعرفون عن امرك مع الشريك ما تبيهم يعيشون هذه المرحلة من الازدهار معاكم لان كأنما تراهم هني كما الاعداء يمكن انت بعد اللي تشوفهم شذي ما تثق فيهم ما تبي تدخلهم في حياتك شريكة يقول لك خلال هذا الشهر رح نجساز رح نجساز هذه المرحلة مع بعض انت اؤمر وخلني انا احبك انا رح اعطيك طاقة الثقة طاقة اللي مستعد اكون معاك سواء وهذا طاقة جميلة شريكك مو رح يكون معاك او يقف معاك فقط لما تختار الخيارات الصحيحة لا حتى لما تختار يا برج الثور حتى لما تختار تحط اموالكم او تقوم حتى ببعض الاستثمارات في الوقت او في الجهد او حتى تحط ثقتك في ناس خطأ بعد سيوقف معاك بعد ما رح يتخلى عنك طاقة السول ميت او توأم الروح اوكي وعشر الخماسيات طاقة الاسرة مجتمعين مثل ما تشوف هنا الاسرة العائلة الأهل السعادة الكاملة عشر الخماسيات هي مرحلة نصل فيها مع بعض مو جهد فردي وايضا لما نصل الى هذا الكمال لان اعلى رقم في التر هو عشرة نقدر نتباهى قلت لك من البداية عندك طاقة التباهى الامبراطورة طاقة انا املك كل شيء الزوج الاموال السعادة وانك انت الحين تحس انه ما ملك كل شيء تأكد ان معنى هذا القراءة ان هذا الشخص اوكي رح تقدر معه تحصل الشخص اللي بهذه المواصفات رح تقدر تحصل معه على كل ما تتمنى انت على طريق انت على طريق انت على طريق انت على طريق